تستمر الحملات الأمنية والدوريات العسكرية في الساحل الغربي للحد من الجريمة في البناطق الريفية المحررة وعلى امتداد الطريق الرابطة بين محافظتي الحديدة والمخاتعز ولم يقتصر الدور الأمني عن نشر الدوريات في الطرقات الطويلة لتثبيت الأمن والاستقرار ولكن تطبيع الحياة وتأمين الأسواق والممتلكات العامة والخاصة من أولويات رجال القوات المسلحة والأمن البواصل من منتسبية القوات المشتركة ونشر قوات من الشرطة العسكرية والأمن البركزي على مداخل المدن المحررة في الساحل الغربي ودوريات على مدار الساعة في الأسواق بدورهم عبر عدد من المستثمرين في مدينة المخاتعز والخوغة الحديدة عن شكرهم للقوات المشتركة على تطبيع الحياة وتثبيت الأمن والاستقرار وجود الأمن والاستقرار والسكينة العامة ووجود نهضة عمرانية وسكانية لن تجهدها المخة والمناطق المحررة من قبل وجود الأمن هو الذي شجعنا في فتح مركزي هذا وأيضا النهضة التي تجهدها مدينة المخة ونشكر قيادة القوات المقامة الوطنية العميد طارق محمد عبدالله صالح على هذا الأمن والاستقرار بسبب الأمن هو أول قبل كل شيء ثبوت الأمن ورجال الأمن الأمن المركزي والشرطة العسكرية فيما أكد رجال القوات المسلحة والأمن البواسل من منتسب الأمن المركزي والشرطة العسكرية إنهم وجدوا لخدمة المواطن والوطن والتحقوا بالمقاومة الوطنية حراس الجمهورية لهدف وهو رفع معاناة المواطن المغلوبة على أمره وإعادة الوطن المسلوب من أدوات إيران وكرامة المواطن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة في كل المناطق المحررة الشرطة العسكرية بالتعاون مع الأمن المركزي الغرض الأساسي هو حماية المواطنين وفعلاً نحن نقوم بواقب كبير في حماية المواطنين سواء في المدينة أو في الأرياف أو على خطوط التهريب نحن قوات الأمن المركزي والشرطة العسكرية في جبهة الساحل الغربي نقوم بحماية أخواننا المواطنين سواء في المدين أو في الأرياف وحماية أخواننا في الجبهات من الجهة الخلفية ونقوم بواجبنا بأكمل وجهه على أتم الاستعداد هكذا عندما يجد الأمن والاستقرار تجد التنمية هكذا هم أبطال القوات المسلحة والأمن البواسل في الساحل الغربي يد تؤمن ويد تحمي المواطن والممتلكات العامة لقناة اليمن اليوم عبد الوهاب نمران من الساحل الغربي